موسيقى هي ليست الحالة التي خلت القيس سعيد يحكم ويحكم بصفة انفرادية مع ضرب تفريق السلط يعني عنده كل السلط بين أيديه لمدة طويلة على أساس أمر 117 وهو 117 فيبري 2021 ولا لسبتمبر 2021 اللي هو قرار إداري يعني والي على أساس وقع التخلي على الدستور التونسي هو بمثابة ما نسميه بالفرنسية البتت كونستيكوش يعني مقالش في اللول اللي هو باش يلغي دستور 2014 ثم وقع إلغة دستور 2014 وقمنا ب في غندم بالنسبة للدستور الجديد في جويلية المرة الأولى في جوان 2022 ثم في جويلية معناها فيها أخطاء كل هذا يبين أنه المسار الكل متع الانتخابات هو كان باطل لماذا؟ لأنه وقع تنقيح القانون الانتخابي عدد 16 لسنة 2014 وقع تنقيحه بمرسوم يستند إلى التدابير الاستثنائية لأمر 117 يعني ما عنده حتى لا شرعية ولا مشروعية يعني كان عنده خصوصية هو انقلابي فانقلب على المسار الانتخابي اللي كان موجود يعني وأدخل تحويرات اللي خليتنا وعنها عايشين انتخابات ما عندها حتى معنى ديمقراطي لعني لا نازيهة ولا شفافة ولا تعددية ولا ديمقراطية كما الإدارية لصحب عن المحكمة الإدارية اختصاصا في النظر في النزاع الانتخابي خصوصا في النزاع الانتخابات الرئاسية ولذا هذا معنى بالنسبة لنا اللي احنا كنا موجودين في الندوة هذا اولا فيه ضرد لمبدأ تفريق السلط لأنه يقع استعمال قانون لعدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية فم مفاهيم معناها وهمية اللي هي تتعلق بالخطر الداهم مفاهما حتى خطر الداهم كان فما يعني نزاع انتخابي هو معقول وموجود يعني في التعدديات الديمقراطية ولا في الديمقراطيات التعددية يعني النزاع الانتخابي والنزاع في ان نتائج الانتخاب هو موجود وما يتأتيش منه فراغ لأنه كل شيء يعني في القوانين تبين كيفاش النجوم نعود ونعمل انتخابات أخرى إلى غير ذلك لذلك اللي نحب نقولوه اليوم هو أنه المسار الكله معناها مضروب فيه انتهاكات جسمة الانتهاكات إلى الدستورية إلى الشرعية وإلى المشروعية هو فاقد كل المشروعية ومهما كانت الحالات اللي بش نصلولها إن فما طعون أو مش بش يصير طعون هو المسار مضروب والرئاسية معناها متع ألف و ألفين و أربعة و عشرين هي رئاسية ما عندها حتى شرعية ما فما حتى ثقة في الانتخابات اللي بش تصيرها اشتركوا في القناة